اشتركوا في القناة جرائم قتل النساء الفلسطينيات التي باتت تشكل مصدر قلق لمجتمع بأسره هذه الجرائم ما زالت مستمرة وتسير بشكل مضطرد وخصصنا لها في هذه الحلقة تقريرا خاصا في محاولة للإسهام إعلاميا في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطرة أما تسجيل الناخبين وتحديث المعلومات حولهم استعدادا لإجراء الانتخابات المحلية فقد رصدناه من خلال تقرير خاص أيضا أما الآن فمن المقدمة إلى العناوي استنكار فلسطيني واسع لجريمة قتل الجنود المصريين الستة عشر إسرائيل من معاقبة الفلسطينيين وتضييق عليهم إلى معاقبة دول عدم الانحياز مستفيدة من الانقسام الفلسطيني حكومة نيتنياهو توسع نطاق أعمالها الاستيطانية تحضيرا لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل انطلاق عملية تحديث معلومات الناخبين جرائم قتل النساء تقرع نقوس الخطر في المجتمع الفلسطيني إلى التقرير الأول الفلسطينيون ليس لهم مصلحة في توتير وتصعيد العلاقات مع الشقيقة الكبرى مصر بل إن العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع مصر تشكل دائما للقضية الفلسطينية من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس لقي الهجوم الهمجي على الجنود المصريين استنكار الفلسطينيين كافة ما يجري في دول الجوار العربي له بالغ الأثر على القضية الفلسطينية حيث إن قتل الجنود المصريين ستة عشر واتهام جماعة فلسطينية بالمسؤولية عن ذلك ثم تراجع بعد أن ظهرت معطيات أخرى يعكس حالة من الارتباك في المشهد مع أن لا مصلحة فلسطينية إطلاقا لقتل جنود في بلد شقيق وهم يتناولون طعام الإفطار في شهر رمضان الفضيل إن العملية الهمجية المدانة بكل المقاييس جاءت من حيث التوقيت لزيادة الوضع الداخلي في مصر اضطرابا كما أنها جاءت أيضا لتوتير العلاقات المصرية الفلسطينية من خلال الإحاء بأن المنفذين هم ينتمون لجماعة فلسطينية متطرفة بما ترتب على ذلك من ردود أفعال وإجراءات عقابية اتخذ بعضها بشكل سريع كإغلاق معبر رفح وبعض الأنفق التي تربط بين قطاع غزة ومصر المشهد في الساعات الآخرة قد اتضح وزال لبسه عندما قصفت طائرات مصرية موقع في سيناء يتمركز فيها إرهابيون أو من الجامعات المصرية الخارجة عن القانون التي تسعى لتحويل منطقة سيناء إلى ساحة للفوضة والتهريب وكأنها منفصلة تماما عن مسئولية الحكومة المصرية والقوانين المعمول بها في هذا البلد المركزي على المستوى العربي إن الفلسطينيين بشكل عام قبل هذه الحادثة المأساوية وبعدها ينظرون إلى علاقتهم مع الشقيقة الكبرى مصر على أنها علاقة استراتيجية بعيدة المدى وهم يعولون على الدور المصري أولا في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وثنيا بالضغط من أجل تنفيذ المصالحة الفلسطينية التي وقعت برعاية مصرية لأن بقاء الوضع على حاله يعني بقاء أرضنا فريسة سهلة لغول الاستيطان الذي يصابق الزمن في ابتلاعها ومتابعة لهذا الموضوع معنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهند عبد الحميد أهلا وسهلا بك استهداف الجنود المصريين هذا الحادث المأساوي أو شديد المأساوية كيف يقرأه الأستاذ مهند يعني كان هناك إجماع فلسطيني ضد استهداف الجنود المصريين وهذا لم يكن صدصة نعم يعني رسميا معارضة من كافة الألوان السياسية أدانوا والأهم من ذلك أن المزاج الشعبي الرأي العام الفلسطيني بأكمله ضد استهداف الجنود الأشقاء المصريين لأنه لا مصلحة للفلسطينيين بذلك نعم قطعا بصرف النظر عن أي نظام لا يوجد مصلحة للشعب الفلسطيني بفتح أي معركة جانبية وخاصة أن سلطات الاحتلال دائما وأبدا تنتهج سياسة تحويل الصراع على الأرض من صراع بين هذا الشعب ودولة الاحتلال إلى صراعات أخرى يعني الآن القضية الأولى لدى حكومة الاحتلال هي الخطر الإيراني نعم موضوع الاحتلال الإسرائيلي غير معنية به لا تعترف بأن هناك احتلال الآن هناك معركة حاولت أن تستخدم هذه المعركة من مجموعات متطرفة حاولت أن تستخدمها من أجل فتح صراع جديد للشعب الفلسطيني مع مصر وهذا سيء يعني خطر وخطر زدا نحن كسعب لدينا قضية واحدة هي الاحتلال ويعني علاقاتنا مع الدول العربية والجندي المصري هذا جندي يعني بريء يعني هذا عن الجنود أن هؤلاء كانوا يقاتلون دولة الاحتلال هؤلاء لهم تاريخ وطني كبير ورائع يعني تاريخ من المعركة التاريخية هذا الجندي يمكن أن يكون سد يعني استراتيجي للفرصي يشهد على ذلك نصب الجندي المجهول في قطاع غزة يعني الجنود المصريين طب ردود الفعل التي اتخذتها الحكومة المصرية عقاب هذه العملية اغلاق معابر وغيرها كيف تنظر للمسألة يعني في الجانب الأمني هذا شيء مشروع وهذا يطرح يعني قضية فعلا أنه تحولت سينة إلى كما أشار التقرير إلى مركز للمجموعات المتطرفة التي تخضع لأجندات سياسية أخرى يعني أي طرف يريد أن يستخدم هذه المجموعات بطريقة أو بأخرى سيجد ضالته ضمن يعني سياسة محددة وضمن أهداف محددة قبل أيام كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تهريب عن شبكات تهريب عبر سينة للمخدرات حشيش ومخدرات وهناك يعني مجموعات إسرائيلية مع المجموعات داخل سينة أيضا هناك يعني أدوار أخرى يعني عندما نتحدث عن هناك فرق بين مقاومة احتلال ضمن سياسة وأجندة ولين العمل وفق تأجير استئجار عملية معينة أكبر دليل على ذلك أنه لم يصدر أي بيان عن أي جهة يعني أي عمل عسكري كان له أهداف سياسية يعني حين تقوم الكوات المسلحة المصرية بقصف المراكز في سيناء يعني بشكل أو بآخر أن الفاعلين ليسوا فلسطينيين هو بالتأكيد مركز يعني المركز النشاط في هذه المجموعات هو ليس بكل الأحوال يعني لم يثبت أنه في فلسطين يعني في الموضوع وهناك لا يجوز أن يكون هناك خطر أيضا على قطاع غزة وعلينا كفلسطينيين يعني الخطر لا يقتصر على مصر خلينا يعني نعمل تسلسل أولا يعني الاتفاقية هذا يكشف يعني هذه العملية كشفت عن أشياء عديدة هي الموضوع ليس أمن إسرائيل كما ترح وتم تكثيف الموضوع عبر وسائل الإعلام باعتباره قضية أمن إسرائيل وتهديد الأمن الإسرائيلي وليس تهديد الأمن المصري أو الأمن الفلسطيني الاتفاقية هذا يكشف أن الاتفاقية اتفاقية كام ديفيد كانت مجحفة بالمعنى الأمني وبالمعنى العسكري وبالمعنى السياسي ولا أقول أيضا الاقتصادي وإلى آخره نعم الاتفاقية التي أوجدت هذا الفراغ يعني لو كان الشعب المصري أو الدولة المصرية تسيطر على السيناء بمعنى السيادة كانت ستضبط كما تضبط في الصعيد وكما تضبط في أي مكان آخر تضبط هذه الأوضاع ولكن المفهوم الأمن الكولينيالي الإسرائيلي حتى مهاجمة مراكز هؤلاء احتاج إلى تنسيق مأسرائي يعني الإخضاء هذا يطرح مرة أخرى أن هذه الاتفاقية يعني تؤدي إلى نتائج وخيمة يعني على الأقل مصر عندما قامت بهذه العملية لم تطرح هذه الاتفاقية من أجل المسبئة منها وباستقرارها صحيح يعني هذا سبب جوهري لأن هناك مجموعات مهاجرة من أكثر من بلد يعني هناك مجموعات يقال حسب التقارير أنه المجموعات القاعدة الهاربة من المملكة العربية السعودية تأتي إلى سيناء هناك مجموعات تأتي من إفريقيا من دول إفريقية من الصومال من أكثر من بلد هناك تعدد وتنوع وهناك مناطق يعني يسيطرون عليها كما أشارت أيضا التقارير هناك تدريبات تدريبات عسكرية هناك أسلحة يعني منطقة خارج نطاق السيطرة أصبح خارج نطاق السيطرة وهذا يطرح فعلا يطرح قضية الاتفاق هذا الاتفاق فعلا بدأ يعني ترجماته وسابقا ألحق في مصر أضرار وهو الذي قاد إلى الانفجار وما زالت هذه وتحاول الحكومة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية أن تسمح بتعزيزات عسكرية هنا يعني هذا الكلام يعني أصدح كأن المسألة منه هذا جزء من الأزمة وجزء من المشكلة وهذا هو الذي يغذي يعني المسؤول عن هذا الوضع هو دولة الاحتلال ليس من باب إلقاء التهم ولكن من الناحية الفعلية والواقعية نعم دولة الاحتلال مسؤولة عن هذا الفراغ هي التي تورط مصر في حرب مع هذه المجموعات وليست أولوية لدى مصر أن تدخل معركة مع مجموعات هذه الحكومة تحاول أن تدخل تعديلات ثانوية لا قيمة لها على هذا الاتفاق علما أنا المطروح أن السيناء من المفترض أن تكون ضمن سيادة سيادة مصرية لا يجوز أن يتم طلب إذن من الحكومة الاحتلال لإدخال جنود أو لإدخال أسلحة معينة يجب أن يكون الأمن في هذه المنطقة خاضع للسيادة المصرية وعند ذلك سيكون وضع هذا يعني الوضع الأمني في متناول الحل ويجد حل ولكن بدون ذلك لا يمكن إيزاد حلول يعني السيد مهل يعني الوضع في مصر الآن يعني صعب معقد ملفات اقتصادية ديمقراطية حزبية الإخوان مستقبل الحكم هناك انتقادات يعني مواضيع كثيرة مصر يعني كانت هي رائية للمصالح الفلسطينية ودعمت بهذا التوجه يعني أنا تعتقد أن هذه الملفات ستشغل مصر ربما بعض الوقت عن يعني الاطلاع بدور معين ضمن هذا الاتجاه يعني كان يعني من الملاحظ أن نتائج الانتخابات في مصر نتائج الانتخابات الرئاسية تحديدا ومن قبلها انتخابات المجلس أو البرلمان المصري عكست سلبا كان هناك تقدير بأن يعني هناك اتفاق اكثر من اتفاق حصل برعاية مصرية وكان الاتفاق الاخير برعاية قطرية ومصر ايدت الاتفاق اتفاق الدوحة ولكن بعد الانتخابات تم التراجع عن ذلك أوقفت حماس عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة الذي كان يعني إقاف اللجان الأخرى وهذا يعني عندما نراقب الخطاب الصادر عن قيادة حماس كانوا ضد اتفاق الدوحة أصلا اتجاه يعني ليس بسيط في إطار حماس الاستعدادات الاحتفال بالاحتفال بالانقلاب العسكري ذكرى الانقلاب والحديث عن أن المجلس التشريعي سيكون للدولة الإسلامية الكبرى والآخر يعني هناك استقواء بالتحولات التي حدثت في مصر ومحاولة يعني تثبيت الأوضاع أو محاولة يعني وضع الاستعادة الوحدة يعني على هامش هذه العملية السياسية لكن بدت بعض التصريحات للرئيس دكتور محمد مرسي وبعض السياسيين المصريين يعني أظهرت هذه التصريحات اهتماما بإنهاء المصالحة لكن هذا الاهتمام النظري يعني افتكر حتى الآن إلى آليات يعني عملية ربما تكون ضاغطة كان يمكن أن يكون هذا الكلام يعني صحيحا لو انعكس على السياسة حركة حماس ولكن عندما يعني حماس تتعامل مع الاتفاق بطريقة أخرى هذا يعني أنها يعني لديها ضوء أخضر أو تشجيع وهذا يطرح سؤال فعلا على الرئاسة المصرية وعلى مصر لكن لا أدري هل يوجد مصلحة لمصر أن تظل أمور السياحة الفلسطينية ومشارذة بغض الله ضرمين على رأس الحكوم من الناحية الموضوعية لا يوجد مصلحة لمصر أن يبقى الوضع الفلسطيني ممزقا ضمن هذه السياسة ولا يوجد طبعا مصلحة للشعب الفلسطيني ولدينا نحن معركة واحدة هي الاحتلال هي الآن يعني قضية تمرد الحكومة الإسرائيلية على على كل شيء تقريبا على القرارات على الاتفاقات على كل شيء ومحاولة يعني بناء وقائع على الأرض مضاعفة الاستيطان ما يجري في مدينة القدس استئناف البناء في جدار الفصل العنصر يعني كل هذا يدفع باتجاه أن نخوض معركة ونحن يعني صف وحد موحدين موحدين وليس أن نبقى منقسمين ونقدم يعني كثة يعني الشعب لم يعد يعني حسب استطلاعات الرأي حسب المزاج العام أصبح يتحدث عن المصالحة باعتبارها تندر يعني جراء الإخفاق المتكرر هناك إخفاق وإخفاق اتفاقات لا ترى النور والمهم هو الآن الأفعال وليس الأقوال لا يهم أن مصر تتحدث عن أهمية المصالحة الجميع يتحدث عن أهمية المصالحة الآن إحنا في طور ترجمة المصالحة مصر لديها يعني تستطيع وموقفها الآن هي ما لم ما لم يعني تمارس ضغط على حركة حماس ما لم يتم وضع الاتفاقات على الطاولة من أجل التطبيق معنى ذلك أن هي تؤيد استمرار الانقسام هي تؤيد تمرد حماس على الاتفاق أشكرك أستاذ مهند أشكرك على مقدمه من تحليل يعني المطلوب الآن وضع آليات جدية من قبل مصر ومن قبل الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام لأنه بقاء الانقسام على حاله يعني وكأننا بشكل أو بآخر قصدنا أمنا نقصد نعطي الضوء الأخضر لإسرائيل التي تمعن في استيطانها وتمعن في محاصرتنا وسلخ القدس عن الأراضي الفلسطينية منع اجتماع لجنة فلسطين في دول عدم الانحياز من خلال عدم السماح لبعض أعضاء لجنة من الدخول إلى فلسطين أكد استخفافا إسرائيليا كاملا بالمجتمع الدولي ما يتطلب من المؤسسات الدولية استخلاص العبر نجحت إسرائيل إذن في إلغاء اجتماع لجنة فلسطين في حركة دول عدم الانحياز الذي كان من المقرر عقده في رامالله لبحث آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والخطوات الدولية بهذا الشأن وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي في مؤتمر عقده عشية القرار الإسرائيلي أكد أن أعضاء لجنة فلسطين رفضوا أي تبدائل لعقد اجتماعهم خارج فلسطين وقرروا العودة إلى عواصمهم إذن قررت هذه اللجنة أيضا إعطاء تعليماتها للجنة المتابعة والتنصيق التابعة لحركة عدم الانحياز والموجودة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمواصلة هذا الموضوع واتخاذ ما هو مناسب من خطوات من استنتاجات التي سوف ترفع إلى القمة قمة حركة عدم الانحياز في طهران في نهاية هذا الشهر من أجل فعلا وضع كل الحركة بكل أعضائها المئة وعشرين دولة أمام مسؤولياتها في كيفية التعامل مع مثل هذا الابتزاز وهذا الاستخفاف الإسرائيلي ماليزيا بنغلاديش كوبا وأندونيسيا هي الدول التي منعت إسرائيل وزراء خارجيتها دخول الأراضي الفلسطينية وهو ما رأى فيه البعض رسالة إسرائيلية تحمل الكثير من المعاني في طياتها إسرائيل أرادت أن تعطي للفلسطينيين درسا قويا بأنها لن تسمح لأي خطوات فلسطينية تعتبرها أحاديت الجانب وتعتبر خروجا عن مسار المفاوضات السنائية وإطار اتفاق أوسلو لأن أي خروج هذا من شأنه أن يفتح الطريق لاعتماد خيارات بلسطينية جديدة يقف على رأسها التوجه للأمم المتحدة وهذا ما تخشاه إسرائيل ردود فعل محلية وعربية وحتى دولية غاضبة على القرار الإسرائيلي الذي يؤكد من جديد تنكر إسرائيل لكل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية من مدينة رامالله فارس المالكي تلفزيون وطن نتابع فلسطين هذا الأسبوع بعد التذكير بالعناوين المتبقية مستفيدة من الانقسام الفلسطيني حكومة نيتنياهو توسع نطاق أعمالها الاستيطانية مستفيدة تحضيرا لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل انطلاق عملية تحديث معلومات الناخبين جرائم قتل النساء تقرع نقوس الخطر في المجتمع الفلسطيني اسرائيل تستغل أوضاء الانقسام والتشردم الفلسطيني بإطلاقها العنان للاستيطان جائلة من الأراضي الفلسطينية ساحة للتوسع الاستيطاني بما يرافقه من ازدياد مضطرد لعدد المستوطنين في بلادنا هجمة استيطانية جديدة تشنها دولة الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية توسع مستوطنة بيت إيل وإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية سنجل شمالي مدينة رامالله كانت أبرز معالمها تم المصادرة جزء من هذه الأراضي ما يقارب 10 إلى 20 دنم في 2002 بدواع أمنية هلأ احنا ذهبنا إلى المحكمة في حينها والمحكمة في دواع أمنية للجيش ما في أي جدال الكيس مغلق يعني ما ما في إمكانية أنك تقدم لمحكمة فلكن في الأشهر الستة الأخيرة يعني شايفين أن فيه توسع مستمر كما ترون وراء خلفي فمنذ أيام شرعت إسرائيل في نقل كرافانات سكنية جاهزة إلى إحدى المعسكرات المقامة على أراضي القرية ما أثار تخوفات المواطنين بإمكانية إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضيهم المساحة المهددة بالمصادرة يعني لا تقل عن نسبة 75% من المساحة الإجمالية لأراضي سنجل فأنا شخصيا برضو في المساحة برضو لا أستهان فيها هاي جميعها سواء الأراضي التبعي أو أراضي الباكي الموزارعين برضو هاي أجزاء منها مهددة في المصادرة المنطقة المستهدفة أصلا من جيش الاحتلال ومستوطنيه أضحت محرمة على أصحابها من الدخول إليها إلا بتنسيق عسكري مع الاحتلال وبوساطة من الصليب الأحمر الدولي مستوطنة كاعدة بتعرض المزارع اللي هي مستوطنة كفاتها رايي وكلها احنا كلها كرنة بعدس أرض من أراضي سنجل استولى عليها الاستطان حط فيها كارفانات وصادر أراضينا ومنعنا نحرثها فلما نروح نحرثها أنا عندي تركتورات بيعملون تنسيق وبروح نعرضها ورغم التنسيق والجيش الإسرائيلي بيكون متواجد فبكون معتداء من المستوطنيين علينا وليس بعيدا عن سنجل مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة رام الله فقد أعلنت إسرائيل عن نيتها بناء مئات الوحدات السكنية بهدف توسيع نفوذ المستوطنة بناء على اتفاق أبرم مع الجيش وقادة المستوطنين الواضح أن سياسة قدم المزيد من الأراضي هي إحدى مقاومات لإتلاف الحكومي الحاكم في تل أبيب فتوسيع هذه المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية جديدة إنما تهدف إسرائيل من خلالها إلى تكريس سياسة الأمر الواقع في أي مفاوضات قادمة من أمام مستوطنة بيت إيل شمالي مدينة رام الله حمز السلايم تلفزيون وطن انطلاق عملية تسجيل الناخبين في الضفة بغية إجراء الانتخابات المحلية في العشرين من تشرين الأول القادم حيث أن هذه العملية تهدف إلى تجديد وتحديث المعلومات تهيئة وتحضيرا لإجراء الانتخابات المحلية أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن انطلاق عملية التسجيل والنشر والاعتراض تحضيرا للانتخابات المركزية المحلية المتوقع إجراءها في العشرين من تشرين الأول المقبل والتي تعتبر بمثابة المرحلة الأخيرة للتسجيل للانتخابات المقبلة أحب اليوم أعلن عن بدء عملية التسجيل للانتخابات المحلية القادمة في عشر عشرة الفين واثنة عشر جميع الهيئات الصغيرة والكبيرة ستكون فيها انتخابات يعني حتى البلد اللي فيها متين شخص سيكون فيها انتخابات للمجالس المحلية معناته كل البلد ستشارك في عملية الانتخابات المحلية وسبق مرحلة التسجيل والنشر حملة توعوية للمواطنين لحثهم على المشاركة والانخراط في العملية الانتخابية سعيا من اللجنة لتحفيز الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ككل على التعاون مع اللجنة في إنجاح عملية التسجيل الكبير انتخابات لحد أن جيد جدا حتى أول يوم من الصباح الباكر يعني هلو علينا الانتخابين في ناس حتى ما بيجوا بيسجده بيجوا بتأكدوا من اسمهم على سجيل انتخابي بنظروا على البورد بتأكدوا من اسمهم وإذا ما اسمهم موجود خلاص تلقائي بروحوا إن اسمهم موجود واللي بدي يسجل يحدث تسجيله برضه وحطروا كل شيء كامل بياناته وبيدار يحدث لأنه نحن نتبع آخر يوم آخر وعي التسجيل والجدير ذكره أن عدد الهيئات المحلية والتي سيجرى فيها الانتخابات في الضفة الغربية يبلغ ما يقارب 353 هيئة من ضمنها 98 مجلس بلدي و245 مجلس قروي و10 مجالس محلية أخذ كل منها مكانه في الانتخابات القادمة الانتخابات المحلية تأخذ مكانها في يومها الأول على أمل الوصول وتحقيق انتخابات نزيهة وديمقراطية للتلفزيون وطن راما يوسف رامالله وقبل الفاصل نذكر بالعنوان الأخير جرائم قتل النساء تقرع نقوص الخطر في المجتمع الفلسطيني وطن للأنباء انحياز دائم للحقيقة وطن للأنباء اطلالة موضوعية شاملة على أخبار فلسطين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية موسيقى مساحة حرة لجمهور الكرة ولكافة الأقلام والآراء موسيقى وطن للأنباء تقارير تلفزيونية مصورة من قلب فلسطين وطنينيوز دوت نت وطن دوت تي في موسيقى جرائم قتل النساء الفلسطينيات تحت ذرائع ومبررات يسوقها مرتكبو هذه الجرائم لتبرير جرائمهم تجاوزت في الأيام الأخيرة كل الخطوط الحمر من خلال الازدياد المضطرد في عدد النساء اللواتي قتلنا مؤخرا موسيقى في أقل من أسبوعين قتلت ثلاث نساء فلسطينيات نتيجة لأسباب مختلفة وربما كان أبشعها عندما تعرضت امرأة للقتل على يد زوجها في وضح النهار في مدينة بيت لحم وعلى خلفية هذه الحوادث جاءت هذه الورشة التي عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحت عنوان مسؤولية السلطة الوطنية في حماية حق النساء في الحياة إذا المجتمع بدي يأخذ إجراءات حقيقية لتوجه في تغييرات مجتمعية بدنا قوانين وأنظمة ومؤسسات تنفذ هذه القوانين والأنظمة وتغير من الثقافة الذكورية السائدة التي تعطي الحق بدءا من الأخ الصغير للأب للجد للعم للجار لممارسة العنف ضد المرأة على خلفيات مختلفة لأغراب مختلفة تغطى في المرحلة النهائية بمسمى الشرف المشاركون في الورشة دعوا إلى ضرورة العمل لوضع حد لهذه الجرائم وسن قوانين تحاكم مرتكبيها وأن تعمل الجهات الرسمية بكل طاقاتها لعدم تكرارها يجب أن يكون محراك مجتمعي لأن الموضوع يتحمل مسؤولية أيضا المجتمع جريمة قتل النساء التي تحدث الآن ربما هناك تقصير بالقوانين أو قصور بالقوانين لمعالجة الجناء ولكن بالأساس هناك فشل مجتمعي في التعامل مع المرأة وهناك نظرة ذكرية لا زالت تتعامل مع المرأة بطريقة مختلفة أنت تلاحظين أن الطبيب يعطي في حادثة الخليل طبيب يعطي تقرير مزور الأب والأخ يقتلون ابنتهم يعني الموضوع يجتمع المجتمع للأسف وأطراف وبما فيهم الطبيب على قتل المرأة أنا أتحدى أن الطبيب هذا سوف يعطي تقرير مثلا لقتل الفتا أو قتل الرجل لذلك الموضوع مجتمعي بالأساس وبحاجة لرفع وعي المجتمع في هذا الموضوع ويشار إلى أن فعاليات نسوية عديدة نظمت عقب هذه الأحداث فأمام مجمع المحاكم احتشدت نساء طالبنا القضاء الفلسطيني بأخذ دوره على هذا الصعيد وفي مركز الإعلام الحكومي اجتمعت مؤسسات نسوية مختلفة رفعنا شعار للنساء حق في الحياة راما يوسف تلفزيون وطن ومتابعة لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الناشطة النسوية سامة عوضة مدير عام مركز الدراسات النسوية أهلا وسهلا بك يعني استمرار هذه الجرائم بحق النساء الفلسطينيات ماذا يعني؟ بداية يعني الجرائم هذه أنا بدي أعطيها أصم أكبر من ما هي جرائم ترتكب بحق النساء الفلسطينيات بدي أقول أنه هي جرائم ترتكب بحق المجتمع الفلسطيني لأنه قتل النساء هو جريمة بحق المجتمع بكل معنى الكلمة لأنه هو يؤكد على وجود الجريمة ويساعد على تفتيت الأسر ويساعد بالتالي على تفتيت المجتمع وعلى قلب الأجندة أجندة التحرر الوطني إلى أجندات ليس لها داعي وهي أجندات كمان ممكن نسميها ضد الإنسانية بشكل عام وضد حقوق الإنسان بشكل عام فبالتالي تزايد هذه الجرائم هو لا يعبر إلا عن قضيتين يجب أن نضع خط أحمر تحت كل قضية منهم القضية الأولى هي غياب التشريعات الكافية والكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم وهذا يعني وصلنا حد لا يمكن السكوت عليه أكثر من اليوم ما زلنا نتبع تشريعات قديمة تشريعات غير محدثة تشريعات لم يضعها المجتمع الفلسطيني ولا تتناسب مع وقعنا هناك قصور في التشريعات والخط الأحمر الثاني بدأ أضعه تحت ثقافة مجتمعية تقليدية متخلفة ما زالت تسمح بارتكاب الجريمة واللي بيسمح بارتكاب جريمة من نوع معين هو عمليا بيعطى ضوء الأخضر لارتكاب الجرائم بشكل عام بالحالات اللي منفكر فيها نحنا منحكيش عن امرأة قتلت ولكن نحكي عن أسرة هدمت ومنحكي عن مجتمع نخرته عادات وتقاليد بالية ومنحكي عن آفات مجتمعية إذا لم يتم الوقوف تجاهها بشكل موحد ومن قبل المجتمع بشكل موحد ستجرنا إلى آفات كثيرة نحن عملنا يعني في أن الثقافة سائدة يعني الثقافة سائدة هذه الثقافة كيف يمكن تغييرها يعني مؤسسات فلسطينية أحزاب جمعية تعمل في هذا المجتمع منذ سنوات منذ عقود لكننا نرى أن الأمور تسير بصراحة إلى الأسوأ يعني تغيير الثقافة المجتمعية هي مسؤولية كبيرة جدا لا تقع على عاطق المنظمات النسوية وحدها مثلا كما يقال دائما أنه طب شو عملة المنظمات النسوية المنظمات النسوية تساهم في تغيير هذه الثقافة ولكن تغيير هذه الثقافة هي مسؤولية شمولية تقع على عاطق الحكومة نفسها لأن القانون يصنع ثقافة هناك في ثقافة القانون لما بيكون القانون يتطور باتجاه دفع الثقافة إلى أن تكون ثقافة أفضل بنقدر نلاحظ هذا وفي عدة شوائد والثقافة من شأنها أن تأتي بقوانين يعني متطورة صحيح هي علاقة جدلية العلاقة ما بين القانون والثقافة هي علاقة جدلية القانون بيقدر يكرس ثقافة موجودة وبيقدر يعكس ثقافة موجودة والقانون أيضا بيقدر يحرك باتجاه تغيير هذه الثقافة فبالتالي تشريعات القوانين هي مسألة مهمة الإجراءات كيفية التعامل مع ضحايا العنف كيفية التعامل من قبل المؤسسات يعني في حالات القتل التي ارتكبت خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل الحادثة التي جرت في بيت لحم والحادثة التي جرت في الخليل كانت متوقعة وكانت قد راجعت جهات عديدة هذه الضحيتين هتين الضحيتين راجعوا جهات عديدة بما فيها الجهات الرسمية فبالتالي لم تكن الإجراءات الرسمية لم يتم التجاوب معها بالشكل الصحيح يعني تم التجاوب ولكن لم يتم التجاوب معها بالشكل الصحيح وهذه أيضا تعكس ثقافة ثقافة القائمين على هذه الإجراءات كيف يتعاملوا مع هذه الجرائم وهذه قضية مهمة جدا ثقافة الشارع اللي نظر إلى الضحية وهي تقتل في بيت لحم وكأنه شاء تقتل يعني لم يتم التدخل حتى لأنه بالتالي في ثقافة الإعلام ثقافة المناهج التعليمية مناهج التعليمية يقع عليها عبء كبير ثقافة الأدب المكمل الأدب الثقافي أدب اللي بيقرؤوا الأطفال والأدب اللي بيقرؤوا الكبار إلى أي درجة يغير بهاي الثقافة هي ثقافة الشارع كيف منقبلها وكيف منرفضها أيضا يعني أنا بشوف أنه التغيير الثقافي مسئولية تقع على جميع الجهات ما فيها وسائل الإعلام واللي أنا بدي أقول أنه بالآونة الأخيرة وبدأ أشيد أنه وسائل الإعلام بدأت تأخذ الأمور بشكل إيجابي أكثر وهناك تجاوب مع هذه القضية باتجاه نبذ هذه الثقافة الإجرامية وتغييرها طيب يعني من أجل يعني معالجة هذا القصور وإيجاد القوانين الملائمة والمناسبة ما المطلوب من المؤسسات من المجتمع من الأحزاب من كل الأدوات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني يعني شكرا أنك أشرت إلى قضية الأحزاب لأن الأحزاب للأسف في الآونة الأخيرة أو في السنوات الماضية لم تعد عضو فاعل أو أجسام فاعلة في قضايا تغيير الثقافة المجتمعية ولم تعد أجسام فاعلة فعليا وأنا هون يمكن بفتح على حالي بوق أمام الأحزاب ولكن الأحزاب لم تعد تسهم مع أنها في مرحلة من المراحل كانت في مرحلة من المراحل وفي السبعينات والثمانينات كانت الأحزاب السياسية تصنع ثقافة وبدأت فاعلها تضع وصص ثقافية تقدمية في المجتمع الفلسطيني ما زالت بصماتها موجودة لغاية الآن ولكن للأسف تراجع الأحزاب عن هذا الدور الأحزاب مازالت موجودة بمسماعات الأحزاب موجودة ولكنها لا تعمل وبالمقابل صار فيه عندنا أحزاب تعمل على تكريس الثقافة التقليدية وتعمل على تبني الثقافة التقليدية بدعوة أنها هي التي تحافظ على الثقافة المجتمع وبالتالي حتى تكسب تأييد الشارع استغلت الثقافة التقليدية الموجودة لمكاسب سياسية لم تأخذ في حسبانها وهي تعمل على نشر هذه الثقافة التقليدية وتأييدها وتكريسها إنها عم تخلق أجواء إجرامية وإنها عمالها فعلا تشتت وتفتت المجتمع الفلسطيني وتقضي على المجتمع الفلسطيني وهذه بالمناسبة ليست عندنا فقط في كل الدول المجاورة موجودة الأحزاب اللي عمالها تبني على الثقافات التقليدية الموجودة وبالتالي تعيد بناء ثقافة قائمة على إقصاء النساء وثقافة قائمة على إرضاء من يحبون هذا الإقصاء ومن يرغبون في هذا الإقصاء وبالتالي لأجل كسب فقط مكاسب سياسية سيدة سامة ذكرت أن استهداف المرأة هو استهداف المجتمع الفلسطيني بشكل عام وهذا صحيح لكن أمام هذا الاستهداف المستمر المتصاعد بشكل مضطرد هل نحن كمجتمع فلسطيني الآن نواجه خطرا حقيقيا فلنكل خطرا داخليا الخطر الخارجي هو موجود ومستمر وقائم أمام هذا الخطر الخارجي أصبح لدينا خطر داخلي في اعتقادك ينبغي التوقف أمامه بشكل منهجي نعم أنا برأيي أن الخطر الداخلي عندنا يكمن في إعادة تقوية ونشر ثقافة معادية لحقوق الإنسان ثقافة معادية للحق المواطن الحقيقية المتساوية للجميع ثقافة معادية للبناء والتقدم والتنمية الفلسطينية أمام هذا الخطر الحقيقي الداخلي هذا بغذي الخطر الخارجي ويقويه فبالتالي بدل ما يكون عندنا مجتمع متماسك يواجه أزماته التي تكمن في الخطر الخارجي الذي يحق به يصبح مجتمع مترحل غير قادر على مواجهة الأزمات وعلى مواجهة المخاطر التي تحق به ونحن نشغل في قضايا ثانوية تنهكنا وترهكنا وتجعلنا أمام بين كسين معارك وقضايا اجتماعية نحن بغنى عنها وهي في الأساس لم تكن موجودة بهذا الحجم قبل سنوات صحيح وللأسف أنه من يغذي هذه الثقافة أعديني لأقولها تبريرات من مختلفة وتبريرات للأسف أنه يستخدم الدين أحيانا في وضع هذه التبريرات لأنه الناس ميالة جدا وعاطفية تجاه القضايا الدينية فتستخدم الثقافة الدينية بطريقة خاطئة لتغذية يتم تحريف الدين فعليا باتجاه تغييب العقل في هناك عندنا ثقافة تغيب العقل تماما وتغلب على العقل القضايا الغيبية التي ليس لها علاقة بالعقل علما بأن الله ميزنا عن بقية الكائنات الحية بأنه خلقنا العقل كي نستخدمه ولكن دعاة هذه الثقافة هم دعاة من تغييب العقل وفقط أنه نصير بدل ما نصبح من أهل العقل نصبح فقط من أهل النقل ننتظر ماذا يقولون لنا يجوز ولا يجوز ونتبع ذلك دون أن نفكر في عقلنا الأم التي قتلت في بيت لحم أنا أبدأ أوجه سؤال كبير لكل المشاهدين ماذا سيحل بأطفالها والناس اللي قتلت أمام أعينهم من أطفال من نساء إلى أخره ها ضرر نفسي والاجتماعي شوه ضرر نفسي الاجتماعي اللي عماله بيسير سؤال كبير للحقيقة بدنا نطرحها وكل واحد بحبه هو يفكر في هل فعلا يجوز لنا أو لا يجوز لنا إقصاء النساء وقتل النساء وتجريم النساء أن نسأل أنفسنا سؤال كبير من هم هؤلاء النساء نعم شكرا جزيلا لك يا راما قدمته من توضيح أما الآن فهذه إعادة لعنوين هذه الحلقة استنكار فلسطيني واسع لجريمة قتل الجنود المصريين 16 اسرائيل من معاقبة الفلسطينيين وتضييق عليهم إلى معاقبة دول عدم الانحياز مستفيدة من الانقسام الفلسطيني حكومة نيتنياهو توسع نطاق أعمالها الاستيطانية تحضيرا لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل انطلاق عملية تحديث معلومات الناخبين جرائم قتل النساء تقرع نقوس الخطر في المجتمع الفلسطيني بهذا ننهي حلقة أخرى من فلسطين هذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة